ترجمة نانسي قنقر غلط وأكل من الشجرة الشيطان برضو ارتكب غلط ورفض السجودة لسيدنا آدم ليه يغفر لسيدنا آدم ولا يغفر للشيطان هذا برضو سؤال عايزين نعرف للجواب عليه من طبيعة الإنسان أن يحب الجمال طيب لماذا منع الإسلام المرأة من أن تبرز جمالها أمام الآخرين من الرجال الأجانب كل دا إن شاء الله هنجاوب عليه في طريق نور دكتور عبدالله برحب بحضرتك منورنا وبنرحب بكل الزملاء الأفاضل الله يبارك في حضرتك وسعيد بيك وطبعا بكل الزمناء الأفاضل جمال دول لما يكون في صانع يا دكتور حابب يصنع شيء بيحاول يتجنب يكون فيه أي قطأ أو أي ضعف كل صانع عايز المنتج اللي طالع من تحت إيده يكون كامل متكامل من غير أخطاء ولكن الله لما خلق الإنسان خلق الضعف خلق الشهوة والشهوة دي من الحاجات اللي ممكن تكون نقاط ضعف جوه الإنسان عايز أعرف من حضرتك يعني إيه شهوة مصطلح الشهوة ده يعني إيه هو الشهوة هي الرغبة بصورة عامة الرغبة في المال الرغبة في المناصب الرغبة في البهور الرغبة في الانتقام دايماً أي رغبة بتسيطر على الإنسان هي شهوة ولكن ربنا سبحانه وتعالى ما عملش الإنسان بهذه الصورة اللي هي شهوته تسيطر عليه بحيث أنه نقدر نقول أنه عيب في الصنعة إمتى يكون عيب في الصنعة لما يكون هذه الشهوة بتقود الإنسان يعني قيادة مطلقة لا يستطيع الإنسان مجابهتها ولا كبحها وبعدين آجي أعزبه أو أحسبه على حاجة مش بإيديه زي مثلاً كده لما آجي أقول لحضرتك أن القلب ضرباته ليها معدل معين هي ماشي بيه وقولك أنا كلفتك أن توقف قلبك أو أنك تسرعه أو أنك تهديه حاجة ملكش فيها ليه بقى بنقول كده؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى منح الإنسان العقل العقل هنا هو الأداة التي بها يكون التكليف يعني ليه ربنا سبحانه وتعالى أصلاً كلفنا؟ لأنه دهنا عقل العقل هنا بيستطيع أنه يدرك الأمور ويفهمها ويحللها ويكتسب معارف جديدة ويصلح معارفه الأديمة ويزن الأمور بميزان صحيح وسليم والعقل ده هو أقوى سلاح ربنا سبحانه وتعالى خلقه إحنا ممكن نعرفه على الأرض اللي إحنا عليها دي كلها العقل ده هو اللي بيخلي الإنسان يستطيع أن يسيطر على بقيات الأجناس ويستطيع أنه ينشئ ويعمر ويستصلح بل خلى الإنسان قدر أن يخرج برة فضاء الكرة الأرضية فالعقل ده مش شيء بسيط فلما أجي أتكلم وقول إن الشهوة تغلب العقل لا ده أنا بعقلي اللي قررت أن أنا أترك زمام الأمور لشهواتي معنى كده يا دكتور إن الإنسان مخير وليس مسير صح؟ آه طبعا أكيد طيب ربنا بيقول أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمي وختم على قلبه وسمعه واجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله أفل تذكرون طيب أنا ليه كده ربنا يعقبني أنه هو يختم على سمعي وقلبي ويجعل غشاوة على بصري أنا كده ما أصبحتش مخير أنا كده أصبحت مسير لا أقول لحضرتك على شيء لا يوجد إنسان على وجه الأرض يعني إيه مسير ومخير؟ يعني حضرتك وإنت عاد معايا هل تجد أداء أو وسيلة تمنعك من القيام لو أنت عايز تقوم دلوقتي؟ طبعا لا هل حضرتك وإنت رايح مثلا المسجد تجد وسيلة تجبرك أو تجد شيء وتجبرك على دخول المسجد؟ لا لو أنت رايح مثلا خمارة نفس الفكرة لكن إيه معنى أنه أضله الله على علم فمن يهديه من بعد الله ولئك الذين ختموا الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم ولئك هم الغافلون والأياد كلها المعنى أن الله سبحانه وتعالى علم أن هناك من خلقه إلا هيخلقهم في نس كرها الهداية ومشعيزاها فالذي كره الهداية ولا يريدها ولا يحبها ربنا سبحانه وتعالى لا يعطيها له لذلك ربنا قال إيه؟ وَلَوْ أَرَدُوا الْخُرُوجَ لَا أَعَدُّوا لَهُ عُدَّةٌ فَسُرْتِ التَّوْبَةٌ ده نموذك حيه ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وكيل قعدوا مع القائدين ليبأ لو خرجوا فيكم ما زادكم إلا خباذا والأوضاع خلالكم فالعلماء بيقولوا أن الله عز وجل يعلم ما سيختاره الإنسان من قبل ما يخلقه فخلقه وهو عارف وهيختار إيه؟ وخلقه وعارفه ودماغه فيها إيه؟ زي ما حضرتك مثلا عندك ابنك الصغير كده ولله المثو الأعلى فأنت عارف أنه بيحب مثلا الشيبسي كويس فيا بابا يا بابا أنا عايز فلوس قلت له خد فلوس وانت عارف أنه فورا منه نفسه هيروح لعم حماد البقال يعايز الشيبسي فكلمته قلت له والله جاي لك الوقت ابن محمد ادي له بعشرة جنيسة الشيبسي مثلا فالوقت راح هناك ودفع الفلوس وخد الشيبسي ومشي هو لما عمل كده عمل كده باختياره ولا أنت اللي فردت عليه ده؟ ده المفروض أنه باختياره باختياره طيب كذلك بقى نفس الموضوع لله المثل القعد المثل اللي حضرتك قلته دلوقتي لما الزميل قال لك الإنسان مصير ولا مخير وذكر الآية الكريمة أنت قلت أن الله يعلم أن العباد دول مش هيكون ليهم طريق للهداية طب هو خلقوا ليه لما هم اتخلقوا عشان داخلين جهنم وأن شهوتهم ممكن تسيطر عليهم وأن ممكن يكون عقله أقل سلطة عليه من شهوته والله ده هنا مش لا نلقي باللائمة حشر الله على ربنا سبحانه وتعالى إنما نلقي باللوم على الإنسان الذي وصله وسمع خطاب الله وأدرك الصواب وأدرك الخطأ وقرر أن يسير في اتجاه الخطأ أنت حر ربنا قال صحيح أن في جنة وفي نار وللنار أهل وللجنة أهل لكنه لم يجبرك على أن تفعل المعصية بل بالعكس ادك عقل وبعث لك رسول وقال لك المعاصي اللي بتبعدك عني وفي عليها إقاب وخلي بالك من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وفي جنات ربنا وعد بها المؤمنين جنات وعد من التي وعد الرحمن وعباده بالغيب بإن وعده كان مأتية وإن للمتقين مفازة ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال لك كل حاجة ثم أنت في الآخر مش حضرتك يعني إنما الإنسان قرر أنه يركب دماغه ويمشي في السكة الشمال هو حر بقى هو اللي اختار فمن جيش نقول لأ ده ربنا سبحانه وتعالى أكرهه على ذلك أو أجبره على ذلك عشان كتب عليه كده لا ربنا كتب عليه كده لأن الله يعلم بعلمه الأزلي القديم قبل أن يخلق الخلق أن فلانا سيخلق وفلان ده حيمنح الإرادة ولما هيمنح الإرادة وحيمنح الاستطاعة لسلامة الآلات اللي احنا وعنا بدي كده دي اسمها الآلات الجوارح دي هيختار أن يحرك الآلات بتاعته دي في سكة غلط فربنا سبحانه وتعالى عدل ما يجيش زي مدى الصالح الإرادة ادى الطالح الإرادة ودى الاثنين القدرة على الاختيار فمن الظلم أن ربنا سبحانه وتعالى ييجي على الطالح ده ويغير له اختياره أو يردته بالعافية يبقى كده ربنا أكرهه يبقى كده ربنا أجبره على ما يريده هو أصلا أقول دكتور ربنا ربنا خلق الشهوة جواني تمام؟ والشهوة دي وجهتني الدين تاني ليه ربنا عيحاسبني عليها برغم أنه هو اللي خلقها جواني؟ لأن أنت دلوقتي وصلك من ربنا سبحانه وتعالى خاتم الرسل ووصلتك الرسالة الأخيرة ووصلك الكتاب بتاعها وتواتر لديك وثبت لديك العلم كل الأمم على وجه الأرض تعلم أن رجلا ظهر في جزيرة العرب واسمه محمد ويزعم أصحابه سواء كان المؤمن والمشؤمنين يزعم أصحابه أنه أوحي إليه ويزعم أنه أوحى إليه والرجل دعم الواحد اثنين تلات اربعة كذا كذا فوصلك الخبر والعلم القطعي اليقيني عن طريق التواتر بأن النبي ده ظهر وانت قرات الكتاب بتاعه موجود في كل حتة على وجه الأرض وعلى مبارك لو عايز تجيبه وشفت الكلام ليس فيه أمر بظلم وليس فيه أمر بفواحش بل يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربة أي جامعة في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإتائذ القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون يا رب تفضلوا فاكرين وما تنسوش وما تنسوش وراء إيه وتنساقوا وراء شأهواتكم وغرائزكم الشهوات أحيانا ممكن تكون مقننة يعني ممكن يبقى الله مدي الإنسان أو وضع فيه حب شيء معين ولكن له تقنين صحيح زي مثلا حب النساء في الزواج صحيح حب الأكل الأكل موجود لكن فيه شهوات تانية حرام وإمتى الحلال يبقى حرام يعني إمتى أحاسب أني مثلا أنا بحب النساء إمتى يبقى حرام وليت حاسبني مثلا لو أنا شهوتي قصرت علي وما قدرتش أقاوم لأن أنت اخترت أن لا تقاوم كل الرجال أي رجل سوف ويحب النساء ده شيء طبيعي ده مش حاجة جاية من كوكب تاني دي فطرة وغريزة واللي مش كده لازم يتعالج على طول يروح لدكتور يعلجه فدي حاجة ده شيء طبيعي جدا والرجل يفتخره بذلك دي من كمال الرجولة لكن من أيضا كمال الرجولة أن ينضبط في إدارة هذه الرغبة أو هذا الحب وفق ما أباحه الله له أحيانا الشهوة ممكن تتأثر ببعض العوامل يا دكتور يعني أنا لو جبت واحد كال كويس جدا وشبعان وقاعد مرتاح كده وبطنه مليانة وواحد تاني جعان ومش لاقي يأكل ويشتهي الأكل جدا ومش لاقي الأكل وفجأة حطيت قدامهم الاتنين أكل والأكل ده شهي وجميل وحلو جدا الإنسان اللي شبعان ممكن يقولك لا 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 والله أنا مش عايز اللي جعان هياكل بشراها في الحالتين الاتنين عندهم الشهوة ولكن ده ظروفه خلته يقدر يقاوم الشهوة لكن التاني لا هتحسب الاتنين زي بعض ازاي حضرتك ده ربتلي مثال فطفاد مطاط لأن الأكل ده في منه مرحلة يحاسب عليها ومرحلة أخرى لا يحاسب عليه يحاسب عليها اللي هي ما زال قادرا على الحياة ومواصلة الحياة بدون أكل زي مثلا الصيام أنا إنسان جعان جدا وهموت من الجوع بس عارف أن المغرب مدنش فلو حطيت قدامي ما لذة وطاب من الطعام أنا مش هاكل أنا عندي إيمان ويقين بأن الله حرم ذلك وأن الله يحب مني أن أمسك في هذا الوقت تنسكا وتذكرا للجوعى وللمحرومين ويعني تذكرا لله سبحانه وتعالى وحرمة لهذا الشهر الكريم فدي قضية فأنا لو أنا جيت كلت في الوقت ده يبقى أنا برضو ما عنديش عذر وهنا الشهوة لم تجبرني ليه لأن أنا لازلت أستطيع الحياة لكن فرضنا إنسان ماشي في صحراء جرداء لا زرعة فيها ولا نبات ولا ماء ولا أي حاجة وبعدين جد به السير وازداد به العطش وخلاص ما عادش لقي حاجة عيموت وفعلا ماشي بيلهث وبيسحف بقى على بطن ومش لايه فربنا عطره في تعبان ولا في سحلية ولا في أي حاجة ولا خنفسة أي حاجة بقى الحمد لله رزق وراح واخد وآكل ده لو ما كلتش في اللحظة ريح يموت فهو لازم يأكل لو ما كلتش في الحالة دي حياته هتنقضي فده هنا في وضع الاضطرار فالإشكالية أن أنا أقيس من هو في وضع الاختيار على من هو في وضع الاضطرار لا ده لي ظروف وده لي ظروف لكن الشهوة واحدة دكتور ليه حضرتك الشهوات على دينا طبع الأمر طبيعي ليه عم دينا إحنا مثلاً ربنا هيحاسبنا أن إحنا نخش النور وليه سيدنا آدم دخل اليدنا لما ربنا عرض بيه أنه نزل على الأرض وأكل من الشجر والله حضرتك ليكي نفس ممكن أقول لها حاجة؟ صدل ندم كان سيدنا آدم ندم وبعد كده ربنا فتح له طريق التوبة والهداية هو بعد ما عمل الزنب ندم لكن الناس اللي بتشوف أن فيه ناس تانية عملت زنب وبترجع تعمل نفس الزنب وبتعيش حياتها عادي فإحنا ممكن ناخد من قصة آدم دي عظى لنا أن إحنا نندم على الزنب اللي نعمله عشان ربنا يفتح لنا طريق الهداية وندخل في الجنة زي سيدنا آدم ما نفعش إن إحنا نعمل الزنب ونعيش حياتنا عادي ونقول إيش معنى أو ربنا يهدينا مثلا هو ماشي إجابة كويسة طبعا بس أعيز أقول حاجة يعني درسنا يقول لك وَمَن يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ فَأَمْرُهُ مُفَوَّضٌ لِرَبِّهِ يعني الإنسان إذا مات وهو على خطيئة قد يغفر الله له وقد يعسبه لكن إذا تاب قبل أن يموت يقبل الله عز وجل منه التوبة ربنا قال وهو الذي يقبل التوبة عن إباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فلو أنا أذنبت ثم تبت يقبل الله مني إنما أنا أذنبت ومصر على الذنوب ومستصحب لهذه الذنوب في حياتي واجي بعد كده أقوله وانا هتحسب ليه هو أنا يا رب بيجي لي مصايب وبلوه في حياتي ليه طب من اللي انت عملتوا ربنا لأولما أصبتكم مصيبة قد أصبتم مثليها يعني يعني لقدها مرتين قلتم أن هذا قل هو من أندي أنفسكم طيب هو المسألة اللي ضربته الزميلة هنا شهوة الخلود خلت آدم عليه السلام يعني يأكل من الشجرة وشهوة السلطة خلت إبليس يرفض السجود لآدم في الحالة دي يعني مين اللي زرع الشهوة دي في آدم ومين اللي زرع الشهوة دي في إبليس هو الإنسان وكذلك الجن كونه مخلوق مريد يعني له إرادة فبيختار فهو بيكبر بتكبر مع رغباته فأنت بتقوله خلي بالك الدكتور بيقولك السجار دي غلط حد بهوديلك مثلا إنسان لك وحجيب لك مشكلة في الرعي يقولك أنا عارف بس أنا عجباني تقوله والله يخلي بالك أنت لما تشرب مخدرات كتير هتبقى مدمن وحيجي لك مرض هتبقى حالتك سيئة جدا يقولك أنا عارف بس أنا مبسوط كده خلي بالك المشوار اللي أنت رايحه ده خطر أيوة يا عم أنا عارف أنه خطر بس أنا بحب المغامرة الإنسان غير الآلة الآلة لأ تديها معطيات هي حتمية تنفذ يمين يمين شمال شمال هي لا تشعر والآلة لا تدرك الفرق من الخطأ والصواب والآلة ليس لديها شيء اسمه مشاعر هو لديها أنا متبرمجة على هتديني مدخلات كذا هتديك مخرجات كذا على حسب ما تديني هتديك اديتها حاجات غلط هتديك مخرجات غلط طيب يا دكتور إذا كان ربنا خلق الشهوة ليه ما يقيدهاش أو يثبتها حيث تكون أن هي نفع للإنسان وغير مغضبة للرب لأن ده كله بيشكل حمل وعب تقيل جدا على الإنسان وفيه في القرآن بيقول لا يكلف اللي هو نفسا إلا وسعها فأحنا مش هنعمل حاجة أكتر من طقتنا هو ربنا إدى لحضرتك العقل عشان دي وظفته إن هو بيعمل إيه بيتحكم أو بيعني بيسيطر على فكرة الرغبات دي التكليف الدينية كلها في مستطاع الإنسان إلا طبعا لو إنسان عنده عجز لكن ما حرمه الله عز وجل الإنسان لا يحتاج إليه على جهة الضرورة يعني مثلا الله حرم شرب الخمر أنا مش هموت لو ما شربتش خمر الله سبحانه وتعالى حرم الربا أنا مش هموت لو ما كلتش ربا الله حرم الميسر حرم المقامرة حرم الغش حرم الخديعة حرم الكذب أنا مش هموت لو أنا ما عملتش الحاجات دي لا أنا قصدي ليه ما تتلغيش خالص أصلا يعني تتلغيش خالص يبقى نفعة بس يعني الرغبات اللي تطلع مني مثلا مش رخصي يبقى بقيت ملاك أو لأي حد بيتفرج على البرنامج تبقى كلها نفعة مش درة يبقى أنت كده حضرتك ما أنت اللي بتخليها نفعة ودرة يبقى أنت كده بقيت ملاك إنت حاجة زال الابتلاء كده لو صبرت عليه لك يا أجل اختبار من ربنا أيوة دي اختبار أنت نزل هنا ضرب ملاك يجب أن تصبره على أي حاجة الواجهة كنت مش قادرة عليها بص يا حضرتك هو دلوقتي إحنا لو إيه لو قلنا كده إيبه إحنا كده حولنا الإنسان من الإنسانية إلى الملائكية أنه تحول لملاك هو لا يخطئ لا يذنب طيب يبقى نازل الأرض ليه وفيه جنة والنار ليه ما وهيمش زي الملاك فكلهم حيمشوا ملايكة فكلهم هيروح للجنة لكن فكرة أو إنجاز التعبير بالكلمة دي إنجاز يعني فلسفة الخالق في الكون أن أنت تنزل الأرض وعندك إرادة وتختاري من وش مال الملائكة مجبولة على الطاعة يعني إحنا حضرتك مثلا بنتنفس لا إراديا مش محتاج أن أفكر نفس أننا بتنفس ولا محتاج أن أفكر قلب أنه هي دق الملائكة كذلك الطاعة أو الذكرى والعبادة عندهم هيا دي النفس هو مش غيرنا يعني خلينا أقول السوفتوير بتاعهم غيرنا تماما يعني عندنا سوفتوير في عدة اختيارات هم لا هو ترك واحد وماشي عليه فلو بقينا زيهم يبقى احنا كده تحولنا لملائكة وانتفت فكرة التكليف ونشوف بقى من اللي عنده قدرة يعمل ومن اللي ضعيف أبو ربنا خلق الشهوات للرسل أم هو الرسل بشر لكن الله سبحانه وتعالى منحهم من الإيمان والله سبحانه وتعالى يعلم من صلاح قلبهم هم عصومين من الخطأ ما أشي ما هم عصومين الخطأ مش معنى كده إن هم عاجزين إنها معنى ذلك أن الله عز وجل حفظهم ونزع من قلوبهم الرغبة في الشر زي مثلا حضرتك لو قلتلك اقتل اللي جنبك ده فأنت ما عندكش رغبة تعمل ده فنفس نفورك من الفكرة كده هو نفس نفور الرسل من المعاصي والخسائص والدناءات نخصناش احنا برضه كده زي الرسل في الجزء ده حضرتك ربنا سبحانه وتعالى اداك العقل واداك الشر يقول لك إن الحاجات دي غلط وحرام زي مدى الرسل لكن الرسل إيمانهم أعلى منك والرسل هم أفضل منك بلا شك وربنا اخترهم نماذج لنا علشان إحنا نتعلم منهم بس مش معل كده إن ربنا سبحانه وتعالى جعلهم كالملائكة لعندهم أيضا رغبة وإرادة لكن عندهم تحكم تام وكامل في هذه الرغبة وفي هذه الإرادة يبقى نتوسده إن إحنا برضه لي من يبقاش إحنا عندنا نفس التحكم يبقى نكده نرجع لنقطة نرجع تاني لنقطة إن إحنا بقينا شبه الملايكة ديك لسه برضه بتقول لها دكتور إن الرسل مش زي الملايكة بس عندهم تحكم كامل يبقى إحنا كده انتفت فكرة الاختيار ودخلنا كلنا برضه الجنة بشكل أو بآخر وأنا عندي في القرآن مثلا إن الله نفسه حط زينة للناس علشان يفتنوا يعني الآية بتقول زينة للناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخر الآيات إذا كانت الحاجات دي خلقها الله أو صنعها الله علشان تفتن الإنسان طب هو الله يقصد إن أنا أفتن؟ لا مش علشان تفتن الإنسان الله جعلها أمورا محببة إلا الإنسان لكن أنا الله أعطاني عقل أقدر أخذ الأمور المحببة دي بالطريق الذي أباحه الله هو الآية نفسها بتقول حب الشهوات أيوة يا فندم يعني هو زرع جوايا حب الشهوة يا فندم ما إحنا عارفين إحنا كده جبنا إيه جديد؟ أيوة عارفين أن الله زرع في الإنسان حب الشهوة هنرجع لأول سؤال قلناها في الحلقة ولكن الله عز وجل كما زرع في إنسان حب الشهوة فإنه زرع فيه وغرس فيه العقل الذي يستطيع به التحكم في سير هذه الشهوة فيما أقولها بتقول إذا حضرت الشهوة غاب العقل يعني عندي الحيوانات بقى يعني العقل ممكن يغيب فعلا لو الإنسان في لحظة احتياج أو في لحظة ضعف أمام الشهوة يعني ما تقرنش واحد يجوز مثلا العقل لم يغب غصبا عن إرادتك لذلك مرة نتسألت سؤال المرأة والرجل قلت آه طبيعة الرجل إن هو بيسعى وراء المرأة قاعد يقول لك الله شايفين الغريزية والحيوانية أيها دي حقيقة لكن هل فكرة إن الرجل يسعى وراء المرأة أو إن هو يطلب المرأة تبرر له أن ينفذ هذه الرغبة بما حرمه الله لا أنا الطبيعي إن أنا أعيز فلوس أنا بحب الفلوس لكن هل ده يبرر لي إن أنا أحصل على المال من طريق حرمه الله أو أستلب حقوق الآخرين أو أغتصب أموالهم وممتلكاتهم طبعا لا الجنة وعد ربنا البشر في الجنة أو المسلمين في الجنة بكل الحاجات اللي موجودة في الدنيا وكل الأشياء اللي ممكن يشتهيها الإنسان لكن بغير حساب ليه؟ يعني ليه اتعمل لي نفس الشهوات النساء والبيوت الذهب والفضة والخمر وغيره من الحاجات اللي بيشتهيها الإنسان في الدنيا ويحاسب عليها إذا فعلها بغير الحساب يعني أو بغير القياس أو الضوابط اللي وضعها الله لكن في الجنة قال لك أنا هدي لك كل حاجة من غير ضوابط وإنت حضرتك في المدرسة ساعة الامتحان محرم عليك أن تنظرها في الكتاب ولو بصت فيها تسقط بعد الامتحان اعمل في الكتاب اللي إنت عايزه كذلك القضية مراحل عند ربنا سبحانه وتعالى بالنسبة لنا مش بالنسبة لهو إنت في المرحلة دي أنا حرمت عليك هذا الأمر والله نجحت في الاختبار يباحه ويوتاحه لك هذا الأمر كجائزة طب ليه الراجل من زي الست؟ يعني يعني الست مثلا من شهوتها؟ علشان يحصل تكامل في الحياة وعلشان الاتنين يتكاوم منهم المجتمع ما أنا أفهم أنت هتقول إيه؟ لا أسيبنا أسأل السؤال أصل الحاجات دي خلاص الوحد إيه؟ طب سيبنا أسأل من كتر ما أنا بتعدي علي أسأل السؤال دلوقتي الست من شهوتها ومنها الغريزة إنها عايزة تبقى رقيقة جميلة يعني ملفتة للأنظار بتشتهي نظرات الرجال ليها دي حاجة غريزية كذلك الراجل يعني عايز برضو يبقى راجل شكله كويس يحب النساء تبصله ده جميل بس أنت بتحاسب الست لو عملت كده وشايف أنها أجرمت إذا عملت كده والراجل لا الراجل يحط برفان عادي ويلبس عادي زي ما هو عايز ويمشي زي ما هو عايز لكن الست لا ربنا خلق المرأة والرجل علشان يتكاملوا وعشان فكرة التكامل دي خلق المرأة بصفات والرجل بصفات وعشان يحصل بناء الأسرة خلق المرأة من صفتها أنها مطلوبة وخلق الراجل أنه غالب راغب أو طالب أو يعني يسعى وراءها وخلق الرجل في العادة فيما جرت به العادة هو اللي ممكن أنه يبادر نحو المرأة ويطلب يقعد يعكسها ويزنى عليه لحد ما ياخد رقمها ويحبها بالعافية ويخليها تحبه والقصص اللي إحنا إيه عارفينها ويقعد استنائها هنا ويستنائها هنا وفي الأول تقوله إيه يا أستاذ الكلام ده بعدين بأسبوع تحب الأستاذ إحنا فترتين مختلفين عن بعض فطبيعي التكاليف والحقوق والواجبات اللي هنا تكون مختلفة عن هنا لو إحنا أدركنا الفلسفة دي مش هنتساءل بعد كده ليه ربنا عمل حاجات تخص المرأة وليه ربنا عمل حاجات تخص الرجل أن إحنا خلاص فهمنا أن الاتنين ميكانيزم مختلفين تماما طيب في مثلا في صورة يوسف فهمت به وهم بها لو لا أن رأى برهان ربي فهو هنا كان شهوته كانت غلبت عليه فهم بها لكن ربنا اللي نجاه مش معنى أنا كمان ما يحصل ليش كده يعني ربنا نجاه مش فاهم ربنا مثلا لو أنت فاهم حضرتك معنى أن ربنا نجاه أن ربنا حفظه من أنه يقع في الرب أجبره أو أنه وجيه تقدم فلا نفسه متفرمل لا مش معناها كده ما المعناها إيه ما معناها أن الله عز وجل بما منحه لهذا الرجل من عقل حكيم ومن قدرة على التحكم في نزواته استيقظ عقله ووجدانه ودينه فبإرادته الحرة تراجع عن هذا الأمر ولم يخطو خطوة وحيدة للفاحشة هو فين بإرادته الحرة به لو لا أن رأى برهان ربي يعني هو من اللي رأى هو أو لحد تاني هو جميل هل ورد في الآية ولقد همت به وهم بها لو لا أن فرمله ربه مثلا لا بس خلاص طيب أنا ليه ما يحصل لش كده أنا كمان وغيري ممكن يحصل له عكس كده ربنا إداك العقل اللي تستطيع أن تتفرمل بنفسك وتمنع بنفسك عن ارتكاب الشهوة عقلي ممكن يخدعني يا دوك لا عقلك مش هيخدعك عقلك عارف أن ده سرقة وعارف أن ده فلوسك عقلك عارف أن ده خمر وعارف أن ده عصير غير المسلم ممكن يكون بعقله مقتنع بدينه وشهوته أو غرسته بتخليه خلينا نقول عنده انتماء لهذا الدين عنده عصبية وغيرة على هذا الدين العصبية للباطل ملهاش أي معنى ما هو بالنسبة له وبالنسبة لعقله اللي حضرتك بتقيس عليه دلوقتي هو بالنسبة لعقله هو مش باطل لو قرأ النصوص ووععها جيداً ووصلته رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيكتشف وسيلت في داخله نوراً أو شيئاً يحفزه على أن يعني أن يرجع لدين الله وأن يكون من الملتزمين برسل الله وبكتبه وبأنبيائه ما أنا بقول لحضرتك كلامك جميل ولكن العقول مش زي بعض ومش نفس المستوى في حاجة اسمها مبادئ العقول أو العقل الجريزي وحاجة اسمها العقل المكتسب العقل الجريزي العقل الجريزي العقل الجريزي هو الأمور التي إذا نظر الإنسان إليها متجرداً من أهوائه وعواطفه أدرك صحتها أنا لما أنظر لرسالة الإسلام وخدها بدون أهواء وتجرد مستحيل ألاقي فيه حاجة تناقض العقل لكن لما أنظر إلى بعض المنى الأخرى ألاقي حاجات قطعاً تناقض العقل قطعاً بس أنا عشان عاطفتي بتغلبني فأنا بعد عمل ألوي بحاول ألوي أعناق مبادئ العقول عشان تطابق هذه الأمور غير العقلانية وغير المنطقية اللي أنا بدافع عنها بعنصرية لا بوعي ولا بعقل يعني حضرتك قلت جملة برضو عجبتني فكرة أني يكون فيه عصبية على أساس شهواني يعني أنا ممكن أكون متعصب لأمر ما وليكن مثلاً واحد متعصب لفكرة أن المرأة أو العلاقات تكون مفتوحة بغير جواز لأنه هو شايف أنه ده بيخدم شهوته متعصب لهذه الفكرة خليه يخدم شهوته بكرة يا ولعي إن شاء الله إذا ربنا ما تفشى عليه يعني يعني يعمل له إيه؟ حضرتك اللي بياختل القاتل المتسلسل ده اللي بيرتكب جرائم مش عارف ويجيب واحدة ويقتلها وعايز مش عارف يعمل يجيب واحدة تانية وبينقق حاجات معينة وأشكال معينة هو بيجد لذة ومتعة في هذا الأمر لكنها لكل من التذ بشيء حل له فعله ذلك يعني أنا أجد مثلاً لذة في تعذيب البشر يبقى أنا كده حلال ما تريده رغبتي ليس هو المعيار الذي يقاس به صحة الشيء من عدمه طيب إيه الشهوات اللي ممكن تكون صعبة جداً في مقاومتها من وجهة نظر حضرتك والله كل إنسان له نقطة ضعف مختلفة عن إنسان تاني تماماً جميل يعني كل إنسان له فكرة مختلفة عن الإنسان التاني ممكن حضرتك مثلاً تقول والله أنا نقطة ضعف الغضب ممكن واحد يقولك أنا نقطة ضعف إن أنا زكائي خارق لدرجة لا ممكن أضر الناس واحد ممكن يكون نقطة ضعف حاجة ملموسة إنه بيحب يذكر مثلاً واحد بيستمتع مثلاً بإن هو يلف ويدور على الناس بيحب يشوف الناس قدامه حيرانة واحد بيستمتع بإن هو يكذب على الناس ويشوفه من هو متسجدين وسكتين ونيمين وهو عارف إن هو كداب دي كلها شهوات سيئة طيب ممكن تكون حلال؟ يعني ممكن يكون لها مبرر لا ملاش مبرر لو ما أزاش غيره يعني لو عمل الحاجات دي من غير ما يأذل الآخرين إحنا مش الضابط عندنا إن المعصيات تحرم عشان بتأذل غير الضابط عندنا المعصيات تحرم عشان أنا عندي موثوقية في صنع الكون اللي قال لي ما تعملش الحاجة دي فالحاجة دي أنا مش هعملها قطعاً حتى لو أنا دلوقتي مش شايف لها ضرر هو قال لي ما تعملش فمش هعمل أنا مش هعمل مرة واتنين وبعدين هغلط واعمل أتوب إلا ربنا سبحانه وتعالى لما غلط واعمل وأتماسك والمرة الجاية ما غلطش غلطت تاني أتوب تاني كلما أذنبتوا أعود وكلما زللتوا أتوب باب التوبة مفتوح مهما كانت الزلات أو الأخطاء أياً كانت بس طبعاً الأخطاء المتعلقة بحقوق الآخرين أيوه أرجحها لهم أنت لحقتني وده اللي أنا كنت جايج لك فيه ما نقيل أنا أحافظكم والله الحمد لله يعني مش شطارة بس عارف يعني الأخطاء المتعلقة بحقوق الآخرين لازم أرجحها يعني ما جيش أسرقك والي يا رب أنا توبت طيب وفلوس قلوه أستاذ مطعف فينا بقى أكلتها حلالاً بلالاً سرقت عربته اللي بره الحلوة اللي وقفة دي ما شاء الله مثلاً أو رحت سحابته منه الموبايل بتاعه فيه ناس على فكرة بتكون غنية بس مريضة برغبة السرقة وغني ومش بحتاج بس هو عنده ده مرض أجي أقول لا معلش والله يا جماعة هو شاهوة برضو ماشي يعني معذور يا جماعة معلش هو بيحب يسرق الناس لا مش عاجة اسمها معذور بس أنت قلت هنا مرض فهتقيسوا ليه اللي عنده مرض زي الإنسان السوي وبيعمل الخطأ ده بإرادته ما هو اتباع الشهوات دي مرض لكن مش قصدنا بيها أنه مرض ابطراري يعني إجبار على فعل شيء لا يستطيعه الانفكاك عنه ممثلنا لده في الحلقة بالنفس مثلاً أو بضربات الألم أحياناً ممكن بعض الأخطاء اللي ملهاش حل يعني واحد اشتهى امرأة مثلاً وزنى فيها وبعدين تاب بس دي زوجة وليكن لرجل آخر دي هاي التوبة دي هتروح إزاي هو يتوب لله سبحانه وتعالى ولا شك إن هذا الرجل له في حقه في عنقه يعني حق وطبعاً ده أمر لا يستطيع أنه يبوح به لصاحبه ممكن يقتله ويحصل خراب بيوت وكذا ففي الحالة دي يسطر على نفسه ويعني يكثر من الاستغفار لصاحب هذا الحق لعل الله بتوبته الصادقة ويعني يعني بنظر الله لحاله أن يتجاوز عنه وأن يغفر علىه طب هنعمل يا دكتور بعد كده يعني هتفضل المثيرات تزيد يوم عن يوم يعني من 1400 سنة المثيرات اللي كانت بتستفز المشاعر وتستفز الجوارع وتستفز الشهوات أقل بكتير من دلوقتي فأنا دلوقتي هحسب الناس إزاي وهم في وسط كل الفتن دي زي ما حسب الناس اللي من 1000 سنة بل 1000 سنة مكتش الطيبات والملذات الحلال متاحة وكتير زي الملذات والطيبات المتاحة النهار ده المسألة مشي بمقياس طردي يعني زي ما فيه أمور محرمات زادت البدائد الحلال أيضا زادت وموجودة وكثيرة فنفس الفكرة اللي كانت زمان هي نفس الفكرة اللي موجودة النهار ده لكن صحيح ممكن تكون زيارة الشهوات أكتر شويتين هو ده آه لأن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال يوشك أن يأتي على أمتي زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر فهنا بقى بتكون قوة الإيمان زي ما ربنا قال وليعلم الله من يخافه بالغيب فبقدري أو على قدر خوفك من الله على قدر ما يأجر كالله ويجازيك أو يجزيك على صبرك خيرا يعني مش نفس الحساب تقريبا يعني الله سبحانه وتعالى لا يوضيع إن الذين آمنوا وعملوا الصالحة إن لنضيع أجر من أحسن عملة وبعدين ليه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال في السبع الذين يظلوهم الله في ظله الشمس فوق الرؤوس والناس بتعرق ووقفين في الحساب بس بيبتهلوا لسيدنا النبي والأنبياء بيستغيثوا بيهم أرجوكم قولوا لربنا حتى إن شاء الله يودينا النار بس يفصل بنا من شدة الحر الشديد إذلك أي إنسان بيرتكب معاصي ومش طيق وقف برة في الحر دي تنتم تحت الشمس يتذكر هذه اللحظة الإنسان بيكون في ظل أعماله من الذين لهم ظل خاص يوم القيامة سبع أصناف منهم إيه ورجل دعتهم رأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله فبقدر شوف دائه كبح جماح شهوته والضغوط قدامه قوية ومغرية عشان هذا الخوف وهذا الصبر الشديد على هذه المغريات الكبرى ربنا أداله جزاء مش أي حد ياخذ طيب فيه برضو يا دكتور شهوت السلطة كتير من الناس أو كل البشر بيتمنى إن يكون صاحب سلطة ونفوذ ودي مكانة عظيمة أو ليه تأثير وقوة ونفوذ على البشر إذا ربنا وهب شخص هذه السلطة واستخدمها في الشر وظلم ناس وانتهك حقوق الناس هيتوب إزاي ده وهيسيطر على شهوته إزاي والله عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أدول واستأمر علينا واستخلف علينا عبدالله بن عمر قال لهم كفاية واحد من قال الخطاب يشيل الليلة دي كفاية أنا شلتها وكان يقعد يقول لك والله لو أن دبة عثرت بالعراق ووقعت في المدينة لسألني الله عنها لما لم تماهد لها الطريقة يا عمر ولما لقى واحد من يهودي جوعان وعلى قد حاله قال له إيه اللي عمل فيك كده قال له كبرت ومعتش عندي فلوس والدنيا وكنت بدفع الجزية وخلاص على قد حالي فأمر راح جاب له طعام وعمل له أكل وكتب لجميع الأمراء في الأمصار قال لهم شوفوا كل الناس اللي عندكم اللي زي كده ياخدوا ويجرى عليهم رزق ومرتب من بيت مال المسلمين فالقضية مش بسيطة ولذلك عشان هي مش بسيطة وعشان غالبا السلطة بتخلي الإنسان يتجبر غزبا عنه عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعتهم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رقم واحد إمام عادل إمام عادل ليه؟ لأنك يكون عندك القدر على البطش والفتك وتشاور بصبعك تعملك اللي أنت عايزه وتنقادلك الدنيا تحت إيديك شمع وكل شيء كأنما أنت إله الكون ثم مع ذلك تمنعه نفسك عن الظلم أكيد حد حيضيقك أكيد حد حينرفزك وبإشارة بصبعك الصغير حيتنسف ومع ذلك هتحجزه نفسك عن فعل ذلك وتبقى قاعد من جواك بتغلي إنت مثلا في وظيفتك أو في عملك ممكن اللي تحت ديك اللي بدأك ده ممكن تنسفه بجرة ألم ومع ذلك تمسك القلم وتضغط عليه كده وتقول لا مش هعمل ده زي ما أنا قاعد قدام حضرتك كده عملا استفزك واسألك أسئلة صعبة وانت قدر تنسفني بس انت مسك نفسك وانسفك ليه احنا مش في مصرعة ده حوار طيب ده كلام جميل جدا ولكن افرض مثلا مثلا يعني أنا أشتهي أن أنا أركب عربية تمنها عشرة مليون وأشتهي أن أنا ألبس لبس من الحرير وأشتهي أن أنا ألبس الدهب وتحرم يعني تمنعوا عني ليه عشان ربنا منعوا عنك حرم قال الدهب والحرير حرم على الرجالة وأنا قلت أنا عندي موثوقية في قرارات الصانع ده قال لي يا عبد الله يا رجدي ما تلبس دهب أنا حرمته عليك قل له سمعا وطع أنت أدرى مني قال لي الحرم ما تلبسوش ده بتاعي الستات قل له سمعا وطع أنت أدرى مني بس لو خلاص وهنشيل الدهب والحرير لكن هنركب عربيات غالية جدا اركب براحتك بقى أغلى من الدهب اركب أغلى من الدهب مع أي عربية لازم تكون أغلى من الدهب ده مش حرام ما هيجيش حرام أنا باشتهي أن أنا أعيش في المستوى ده أو والله أن أنا ممكن أبقى قدام والله ربنا سبحانه وتعالى قال قل من حرم زينة الله التي أخرجها لي عباده بس مش أنت لا تكسر قلوب الفقراء ولا تتكبر وتتباهى ما هي هتكسر هتكسر أدوك لا يعني أنا مثلا ما جيش أعمل ايه أتزين بأبها حلل عندي أحسن هدوم عندي وأنا رايح أزور مثلا ناس غلابة يعيني هدومهم رأعهم أبطاعة ما ده ما ينفعش ما جيش مثلا كنا عايش في منطقة الناس متوسطهم فيها يعني ايه كلنا من الطبقة المتوسطة وأنا بقى أبدأ أتباهى قدامهم أنا وأولادي بأشياء باهظة الثمن هذا برضو كسر لقلوب الناس فهي المسألة النسبية يعني كل إنسان بيقدرها بما باجتهاده بس أنا دي كشهوة أنا مش هحسب عليها ما دمت لم تخرج عن حد المألوف إلى حد الشهرة اللي هو أن تبقى إيه طيب الشهر إليك بالبنان إلحق ده لابس ساعة دهب ده لابس مش عارف جنزير دهب ده مش عارف بيعمل عزاك الله حذاء ومش عارف بقد فيه مش عارف إيه كده الحاجات الغريبة دي وروح بقى الناس يعني مش قادرة ناس بتحفر في الصخر عشان تدفع إجارة أخر الشهر وعشان تأكل يا لها يدوبوا تعليمهم تعليم يعني إن قدروا تعليم متوسط وروح أنا أتباه قدامهم مدى كده يكسر قلوبهم ليس إدن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العلماء حرم إن الإنسان يأكل بشوكة فضة أو يمسك معلقة دهب أو يكون عنده طباق دهب فضة الناس كتير على فكرة بتغلط في الجواز بتعمل الموضوع ده ده في حاجة اسمها دولاب فضة الفضية ويجيب معالق فضة والكلام ده كله علشان إيه؟ ده فيه كسر لقلوب الناس فيه ناس مش لقية تأكل بشوكة بلاستيك وانت حضرتك بتأكل بشوكة فضة ومعلاقة دهب فليه؟ عشان كسر قلوب الفقراء مأزيش الناس طيب ده كلام جميل أنا عندي حديث حضرتك معلش تقولهولي لإني أنا طبعا ما عنديش علمة حضرتك الخاص بالبنطرون القصير اللي هو الإسبال أو إسبال الإذار صح كده؟ نعم هي الحكمة كانت إيه من الحديث ده؟ إنما يكونش فيه كبر ماشي وخيلاء خيالاء أو خيالاء طيب تعال دلوقتي أنا ماشي بعربية وجردات والتاع هي زينة طوال لحضرتك الكلمة التي عليها لو أنت حضرتك بتعمل كده من أجل التفاخري والتكبري والخيالاء حرم عليك ذلك كل ما يشمله أو يدخل فيه الكبر والتفاخر حتى قاله اللي بيلبس عمامة ولها ذيل طويل وعمل لها وضع كده وفعل ذلك خيالاء مختال يعني بنفسه ويزه بنفسه كده حرام عليك حرام ده حسب نيتي نعم يعني لسه حالاً قيل أني بيزينة فأنا بتزين ما أنا قلت لحضرتك أن فرق بين التزين المتاح المباح وفرق بين التزين النابع عن كبر وغطرصة ويعني امتهان لقلوبي امتهان اللي كرمت الناس وكسر لمشاعر البسطاء طيب ده كلام جميل جداً الحياة دكتور وعايز من حضرتك بقى تدينا نصيحة وتدي الناس اللي كان عندها تساؤلات زي تساؤلاتنا دي نصيحة أن في عدل ولا ما فيش عدل في أن يحسب الإنسان على ضعفه أو قوته أو مقاومته للشهوة وفي حالة أن أنا أشتهي الشيء بس ما أعملوش أنا وضع إيه والله أنت كده يا بنت لم تكبو يعني ما وقعتش واستمسكت بما أمرك الله وجهدت هذا الأمر الذي خلقه الله عز وجل والذي يعلم الله أن مجاهدته ليست بالشيء الهين ولم تقع في براثن الضعف التي وقع فيها غيرك يعني أنت إنسان استطعت أن تقول أنا بحاول أن أنا بطبق اللي ربنا عايزه مني ويا رب السكة دي الطريق بتاعك أنا أعرف أن في أمور أنا أشتهيها وإنت حرمتها ولكني أتركها يا رب من أجلك فالله لا يضيع لك عملك ربنا قال تاني وما كان الله ليضيع إيمانكم وقال سبحانه وتعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل وقل يا مال فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وربنا قال فمن يعمل مثقالة ذرة خيرا يرى فأوعى الإنسان يفتكر إن الحاجة اللي يميلها بالضيع متشلالك حتاخد منها حتاخد لها في صحتك وفي مالك وفي أولادك وفي بعد موتك وبين أيدي يا ربك كل حاجة موجودة ربنا قال ووجدوا ما عملوا حاضرا وقال قبليها إيه؟ يعني الكتاب بتاعك الصحف لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصى فلا يظنن المسلم أنه إن ترك لله شيئا أنه قد ضاع بل بالعكس يأجره الله عز وجل عليه بشكرك دكتور عبدالله شكرا جزيلا بشكر زملائنا الأفاضل على مشاركتهم معنا بشكركم شكرا يا دك الله يسترك يبقى عايزين نفرق بين خطأ آدم وبين خطأ إبليس الاتنين ما إزاي بعض خطأ سيدنا آدم أتبعه ندم واستغبار بينما خطأ إبليس أتبعه إصرار واستكبار خطأ سيدنا آدم كان صدر عن نسيان ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزمة بينما خطأ إبليس كان عن تجبر وعن جهود قال لربنا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أنا ما ينفعش أسجد لده فتجبر وتكبر على الله عز وجل الإنسان لا تحكمه الشهوة فإنما هو يحكم الشهوة أي حاجة في الدنيا عندك إرادة أن أنت ما تعملهاش لكن أنت بتختار أنك تنساق وتمشي وتتبع هواك ورغباتك وبعدين تيجي تقول ما هو ربنا خلقني كده لا ربنا سبحانه وتعالى منحك القدرة على الاختيار بين الأمور المتعارضة قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها وقال وهدينه النجدين فأوعى تفتكر أن الله أوعى تظن أن ربنا سبحانه وتعالى جعلك مستعبداً لهذه الرغبة أي مكانك بحيث إنك لا تستطيع عنها فكاكة أوعى تظن أن ربنا سبحانه وتعالى سلطها عليك كما يسلط مثلاً المرض على صاحبه الأضية مشكلة تماماً المجاهدة والاستعانة بالله سبحانه وتعالى تجعل الإنسان أقوى وأكثر قدرة على البعد عن هذه الشهوات الإمام البصير رحمه الله تعالى يقول وَخَالِفِ النَّفْسَ وَالشَّيْطَانَ وَعْصِهِمَا وَإِنْهُمَا مَحَّضَاكَ النُّصْحَ فَاتَّهِمِي وَلَا تُطِعْ مِنْهُمَا خَصْمًا وَلَا حَكَمًا فأنت تعرف كيد الخصم والحكم الحمد لله وضحنا القضية دي بطريق نور أشوفكم على خير في اللقاء قادم إن شاء الله تعالى موسيقى غلط كتير قوي في النفسي ومعملتش لحاجة حسان ببان التوبة قدامي ما فكرتش أوارب باق بقول من بكرة هتغير وكالعادة مفيش تغير لكن بلاقي واقف جنبي برغم إن يغلط كتير يا رب ارحمني وهديني علش طول نفسي قويني وسبت قلبي على طاعة في وقت ما حس مرّب دي يا رب أنا ماشي في متاهات ونفسي ما متش دواها ومحتاج بس نور فيها ينور لي أي طريق موسيقى